أميرة العسولي ده اسم الطبيبة الفلسطينية الشجاع اللي الفيديو بتاعها اتصدر الترند خلال الأيام اللي فاتت واللي ظهرت فيه هي بتخاطر بحياتها وبتجري وسط اطلاق النار عشان تنقذ مصاب بنيران قوات الاحتلال دكتورة أميرة هي أصلا استشارية نساء وولادة وكانت بتشتغل في مجمع ناصر الطبي قبل ما تتقاعد عن العمل ولكن النقص الحات في الأطباء وزيادة أعداد المصابين خلاها تقرر أنها ترجع تاني عشان تساعد في عمليات العلاج كمتطوع ضمن الطاقم الطبي الموجود في مجمع ناصر الطبي دكتورة أميرة أصفها الناس على السوشيال ميديا بأنها سوبر هيرو وده طبعا بسبب موقفها الشجاع جدا وعدم خوفها من الموت انه استشد واحد تحت شباكة ونزلت تحت الأساسة ساعده لقيت الدكتور محمد أبو ليحيا جاي برضو إنه هو يساعده ويطلعه وطلعنا مع بعضه ووديناه بالأسف اكتشفنا انه هو استشرات وعرف إنه كان لكم فترة يعني أنكم بتحاولوا أنه تطلعوه بس عشان كواد كابتر خايفين ملقصة هيكة سبحان الله ربنا نزع الخوف من أرضي إذا أحس إنه في حدا محتاج أي مساعدة مش رح أفكر في ثانية في نفسي حفكر في أني ننقذ الناس الناصة اللي قنصته شاب اللي كان تحته قنصته إنه وجهت مباشر مباشر مش كواد كابتر هذا قنص مباشر تجاه مبارك واتجاه المجمع ناصر وربي سطر علي وبدل ما إنه تجيني رصاصة أجد في الشهيد اللي والله حضرت حضرته وسمعته بقول بينطق الشعب